حكاية أخرى حكاية أخرى اعتدتوا مننا هنا في رقم عشرة خلال الأيام والشهور الأخيرة وتحديدا منذ القائمة الأولى للكابتن حسام حسن ان احنا ننفرد في رقم عشرة بالقائمة المبدئية دائما لمنتخم مصر اليوم هنقول لحضراتكم القائمة المبدئية لمنتخم مصر استعدادا للمعسكر القادم إن شاء الله مباراة تصفيات كأس العالم أمام بوركينة وأمام غينيا بساو يعني ايه القائمة المبدئية برضا اشرح لك تبقى فاهم انا حبي باشرح حالك يعني كده كده اي مدير فني لمنتخم مصر بما فيهم الكابتن حسام حسن بطبيعة الحال هو اللي موجود دلوقتي بيرسل قائمة مبدئية عشان ياخد تصريح السفر خاصة لان احنا عندنا مباراة خارج مصر اللي مباراة غينيا بساو يقول والله دي اللعيبة اللي انا هاخد منها قائمة لمنتخم مصر يعني ايه بيختار ستين لعيب ستين لعيب ياخد منهم بقى قبل المباراة خمسة وعشرين لعب ياخد منهم قبل المباراة خمسة وعشرين لعب ومنهم من خمسة وعشرين لعب دول هيبقى اربع حراس مرمى فالستين لعب دول مش هيخرج منهم قائمة منتخم مصر اللي جاي في مباراتي بوركينة وغينيا بساو تاني ستين لاعب اللي هقوله من حضراتك دول هو اللي هيتخذ منهم 25 لاعب لمباراتي بوركينة وغينيا بساو في تصفات كهس العالم يعني أي واحد مش هقوله دلوقتي من ستين لاعب ده خلاص بره منتخب مصر في مباراتي بوركينة وغينيا بساو ما هي بقى قائمة قائمة منتخب مصر المبدئية للمباراتين وفيها كثير من المفاجآت يلا بينا أولا المحترفين محمد صلاح مصطفى محمد عمر مرموش محمود حسن تريزيجي محمد شريف حمدي فتحي أحمد حجازي كل ده منطق اللي جاي ده بقى اللي جاي ده مفاجأ محمد النني محمد النني موجود في قائمة منتخبنا الوطني المبدئية لمعسكر شهر يونيو مباراتي بوركينة وغينيا بساو اللي بقى اللعيبة اللي هتكون في القائمة أو اللي موجودة في القائمة المبدئية المنتخب مصر من الأهلي هم 16 لاعب بالمناسبة 16 لاعب حسين الشحات ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم كريم فؤاد وياسر إبراهيم مران عطية محمد مجدي أفشة إمام عشور وأحمد نبيل كوكا ورامي ربيعة وأكرم توفيق ومصطفى شبير ومحمد الشناوي ومين بقى أحمد عبد القادر وعمر كمال عبد الواحد اللي كان فيه كلام انه مش هيبقى موجود أبدا في المنتخب مع كابتن حسام حسن يتقال إن فيه مشاكل والكلام ده كابتن حسام حسن يحطه في القائمة المبدئية هو وأيضا محمود كهربا تاني من الزمالك بقى من الزمالك فيه آآ تمل العيبة محمد عواد وأحمد سيد زيزو مصطفى شلبي أحمد فتوح محمد صبحي وعبد الله السعيد وناصر ماهر ومرة أخرى عمر جابر ونبيل عماد دونجة وأحمد حمدي ده طبعا قبل ما يتم مبارح التأكد من إصابة أحمد حمدي بالرباط الصديق وبالتالي هو أصبح مستبعا من هذه القائمة لعبون من سيراميكا كليوباترا محمد بسام ومحمد إبراهيم وأحمد رمضان بيكهم لعبون من الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي ونادر فرج وعمر السعي أيضا لعبون من برامدز علي جابر ومصطفى فتحي وأحمد الشناوي ومحمد حمدي ومحمود صابر إبراهيم عادل ورمضان صبحي ومحمد رضا بوبو ومن مودرن فيوتشار محمد ربيعة وأحمد عاطف وغنام محمد ومحمود عبد الرحيم جنش لعبون من المصري محمود جاد وبهر المحمدي ومحمد الشامي وميدو جابر من الاتحادس كان داري المهدي سليمان من البنك الأهل محمد هلال من أمبي أحمد أمين أفا من زد مصطفى زيكو هذه قائمة منتخبنا الوطني المبدئية لمبارتي تصفيات كأس العالم بوركينا فاسو وغنية بساوس اللاعب هيختار منهم كابتن حسام حسن في النهاية في القائمة النهائية خمسة وعشرين لاعب تاني هذه القائمة هي قائمة مبدئية بيرسلها كابتن حسام حسن للجهات المعنية عشان تصريح السفر والأسماء اللي هتسافر وكلام ده كله عشان تجيز ليهم يعني وبعد كده بيختار من الستين واحد دول خمسة وعشرين واحد يسافر بيهم إن شاء الله مباراة غينية بساوس وقبلها طبعا مباراة بوركينا فاسو في القاهرة طيب ها دائما بقول إنه الحمد لله انفرضنا قبل كده بهذه القائمة واليوم ننفرض مرة أخرى بيها و عشان بس الناس بتفتكر إنه بنقول أي أسماء الأسماء دي هي في القائمة الرسمية يعني وقدنا كده من القائمة الرسمية المرسلة من الكابتن حسام حسن